استشهد الفتى محمود الطيطي والذي يبلغ من العمر 18 عاما برصاص الاحتلال عند حاجز بيت فوريك شرق نابلس بزعم نيته تنفيذ عملية اطلاق نار كاميرا رؤية رصدت مشهد مناجاة والدة الشهيد عند الحاجز لمعرفة مصير ابنها بعدما اختطف الاحتلال جثمنه استنفار كبير لقوات الاحتلال هنا عند حاجز بيت فوريك للشرق من مدينة نابلس هذا يأتي عقب عملية اطلاق نار على شاب فلسطيني بدعوة انه كان ينوي تنفيذ عملية اطلاق نار صوبة جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز هنا حالة الاستنفار التي ينفذها الجنود في الموقع على امتداد الطريق الواصل صوبة الحاجز هذا الحاجز الذي يفصل مدينة نابلس عن قريتي بيت فوريك وبيت دجن الى الشرق من مدينة نابلس المحتلة ويحاصر سكان هاتين القريتين على مدار الشهور الماضية ونتحدث عن ما يقارب خمسة وعشرين الف مواطن فلسطيني خيتي بس وقفي وقفي بعيد يا خيتي هذه سيدة فلسطينية على ما يبدو انها والدة الشاب الذي اطلق عليه الرصاص تبكي في الشارع امام الجيب العسكر الاسرائيلي ترجوهم ان يخبروها مصير ابنها وحتى كنا نرجوها ان تبتعد عن الجنود كانوا يوجهون اسلحتهم نحوها ما صورنا خالتي ايش في اخذوه باسعاف اسرائيلية ان شاء الله انه بخير هو ابنك كيف عرفت انه ابنك طمني حالتي هلا هلا منعرف ما شفنا احنا كانوا مخذينه ما كانوا مخذينه لما وصلنا هذه سيدة فلسطينية على ما يبدو ان ابنها هو من اطلق عليه الاحتلال الرصاص شهدت الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووصلت الى هنا الى الحاجز ترجو الجنود لمعرفة مصير ابنها ابنها تم نقله قبل وقت قصير عبر مركبة اسعاف تابعة للاحتلال وللأسف هناك بيان صدر منذ قليل لجيش الاحتلال يقول بانه قام بتصفية من يدعي بانه حاول اطلاق النار صوب جنود الاحتلال على هذا الحاجز على ما يبدو انه فتى صغير في السن هذه والدته مع زملاء صحفي يحاولون تهدئة روعها والأوضاع متوترة كانت قبل قليل حالة من الاستنفار شهدت هذه المنطقة بتواجد عدد كبير من جنود الاحتلال بعد اطلاق الرصاص على فتى فلسطيني كان يمشي صوب الحاجز يدعي الاحتلال بانه كان يحمل مسدسا وسكينا ويعني بعد ان قام بفتح الحاجز وافراغه من المركبات الفلسطينية نقل الشاب الى جهة مجهولة عبر مركبة اسعاف ما وصلنا فقط هو بيان جيش الاحتلال الذي يؤكد بانه قام بتصفية فلسطيني يدعي بانه حاول تنفيذ عملية اطلاق نار عند هذا الحاجز هذا الحاجز الواقع الى الشرق من مدينة نابلس ويفصل المدينة عن قريتي بيد جنوى بيد فوريك